السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي احوال جيدة باذن الله فيديو اليوم سيكون فيديو مليء بالافكار وبالنصائح وحيال للتنظيم نتمنى الاعجاب ديالكم ونعطيكم رأيه في بعض المنتجات اللي كنستعمل وحيال عليها وكذلك باشتخذوا فكرة اوليا قبل ما تقتنوا اي مسحوق وتضيعوا فيه فلوسكم بقاو معايات نبدأ البنات بالمساحيق اللي كنستعمل الالة غسيل الملابس وكذلك طريقة تنظيم ديالهم اول حاجة بالنسبة لتعطير الملابس كنستعمل هاد المعطيرات اللي كانين في بيم والتمن ديالهم اللي ما كيتعداش 15 درهم كانين في هات 3 الالوان وبثلاثة بهم رائحة ديالهم رائعة ومقارنة مع المعطيرات اللي كانين في الاسوق نفس الرائحة تعدوني ونفس الفعالية ديالها الاختلاف الوحيد ان هذه الثمن ديالها نصف اخرى كنستعمل 35 درهم وان نرى الناتجارة سيقوم بقاوها كرط كذلك كنستعمل هذا اللي كيد مصاب من الصابون الحجرة وهذا كنستعمله مثلا التقاشر الملابس الداخلية الملابس الداخلية عفتوها البنات تخرج نتيجة رائعة بالنسبة لمسحوق غسل الملابس نستعمل اريل اما ملكيد اما حبيبات نصيحة لا تتركه في الكارتونة تضعه في طاسة لان انفوه تتركه في الكارتونة تمشي منه الرائحة كما تبقى عنده ديك الفعالية دياله وكذلك كنستعمل محجر ومنه تلوحه في غسلات الملابس يبقى على الغير في المجر لا يكون حبوبه وكذلك بيكاربونات لا تخطاني ويستعملها في الملابس البيضاء سوف نمر لطريقة تنظيم هذا المساحق انا بأي حاجة سوف ننظمها وكل واحدة تأخذ الفكرة التي اجبتها سهلة بالنسبة لها وما انني نشارك معكم هذه الأفكار نجمع فيها غير المساحق سوف نضيف الملابس ونضيف الملابس ونضيف الملابس من بين الحيال هذه الكرة تغلفها بطريقة الألمنيوم وكذلك تنظيف الملابس تساعد على تنظيف الملابس أحسن وكذلك لا تشبكو لكم وكذلك ينشفوه بطريقة أحسن لأن الملابس يوجد طاقة كهربائية سكينة وكذلك لا تجعل الحيال تشبكو مع بديتهم وكذلك تنظيف يكون أحسن الفكرة الثانية هذه الشبكة الملابس تقصر وملابس داخلية وكذلك تنظيف الملابس تقصر 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 تغلق بطريقة حلقة وكذلك تقصر نضيفة نظيفة واحد البونجة نضيرها في باب جلده في الباب الماكينة لأن المالكي يبقى في الباب هو الذي يجعله رحة كاريهة و الكحولة التي تكون ضائرة في الجلده و كانت منها هذه الأفكار التي يكونوا أعجبكم وبالنسبة للماكينة تصبين انفوات سالي و منها تجعلها محلولة على الأقل ساعتين لكي نشف مزيان و لا تجعله رحة كاريهة و هذه الخميرة جمعة في هذه الخميرة جميلة ماذا نبدأ؟ لم أكملتها؟ ماذا انتهت صلاحية لها؟ و لا تجمعها من لا تكون لديك كاربونات السوداء سوف نستعمل هذه الخميرة جميلة و سوف نفس الفعالية لها أفكار بسيطة و يعطون لك منظر جيدة و أي شيء بغيتيها تجعلها فقلة ماشينة لكي لا تتعجز على تنظيف على تغسيل الملابس بالنسبة لكي نضيف الحمامات أعزكم الله نستعمل هذه الخميرة جميلة لديك صفورة التي تكون عالقة في المرحاد و التي نريد أن نعسك نلوحه في الطوالد و نجعلها الصباح لكي نضيف المرحاد و بالنسبة لكي نضيف السيرامي كذلك فقلتها كذلك و لديك صفورة لديك صفورة و أكون حميدة و لديك صفورة و نضيف المطابخ فقلتها و تتركوا في المطابخ لديك صفورة لديك صفورة اضافة حمامات اضافة عاميق اضافة ميستر بي اضافة بشيطة اضافة بسيراميك واقومون مخرج رائع هذا warrant authentic لا يمكنك استطاع اضافة 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 وكذلك المعطير الأفريشة وكذلك الشيطة لتفرتيت من فوق السدادر وزويف نتعجج هذه البنجة التي تريد أن نضيف سريع وكذلك البنات هذه التي تفرتيت من الوابر أو أي شيء عالق في الحواج كنت أستعمل هذه السدادر لتفرتيت من شعار أو شيء هذه السدادر لتفرتيت من السدادر ويضيف بها الزجاج ويضيفون الحمام وتضيفون جميع الطريقة وكذلك الأسبوعية ويضيفون العطف من السدادر ويسهلون جميع أن تنظيف فكرة أخرى هذه الشيطة لا تتعديل بشيطة 8 درهم بشيطة 5 درهم كل شيته وضعه تحت الافابو في شبيكه يا تقوب لتجعلها انها تشوفها لا تغمل ويقوم بمخبئها ندخل غين في وجهه ويديني كي بل يافابو مصخ نصود بهذا المصحوق الافابو ونحكيها بالشيته ونحصل على الافابو الذي دايما نقيه بمجهود بسيط ونحن نقلب على ما صحيح ونضيه على الوقت هكا كي بقى قديمة الطوارد ديالكو من قياه اما بالنسبة لهذا اللي بخدوه لكتوريتكم نحط كل دوش في قرعته باش نضيفه كي جيسال تنظيف بالنسبة للافاسيل كنستعمل هاد اللي بخدوه هادو انتع فينيش حتي جربت احسن ماركة بنتلية هادي وهو اللي بنا ترضو بالكم في سيغفاس الكوار كيتباع التامان كيكون زايد بزاف عندك يبيعوا مواد تنظيف أرخص بي كتير كان هادي اللي 30 طابريت مكتعدش 40 درهم وراها البنات نفس الشاركة غيء في سيغفاس الكبار كيكون زايد تامان بزاف والملحة كنستعمل هادي تاع فينيش انا ما كان مغيش نبدلها بشاكة كنحافظ على اللافاسيل ديالي هادو اللي عند هاد الحبيبات هادو اللي اللي غلادين وردو البنات انفو يعطيكم لوسين نتاع شميشة اذا راه نقص نبرا حقسكم بتدوها اللافاسيل ديالكم بالنسبة لتلميع الاواني كنت كنستعمل دفينيش كتدير قراءة بتبنيه 50-60 درهم وجربت هادي نتاع كارفور كتدير 19 درهم عندها نفس الفعالية كيساعد على التلميع الاواني وكذلك كيساعد على تنشيف ديالهم في ساعة استعملت هاد المركب انتليه نفس الفعالية بقوط البدربة الاتمينة اما اللافاسيل فانحيد لها باش مات يوقعوا فاتر صوبات نتاع الكالكير باش تنظف كنستعمل هادو بخدوه هادوه دلتا وكيتباع فكافوخ ما كتعداش ما واصلش 20 درهم توا رائع باش حافظوا على اللافاسيل ديالكم ديما مزيانة بالنسبة لتنضيف الملابس بليد كنستعمل هادو الجيل تعال الكف عجبني بزاف اما بالنسبة لها الصابونة للمنجل ولكف شنو كندير البناز طبعا اللي مستعصية كنحك لها صوابونة هكو كنعرضها لاشيعة الشمس ما كامل لاش عشرات دقيق وكان له حفلة ماشين كتحيد البقعة تماما هنا بالنسبة للمساحق الخراها هادو اللي كدلي استعملت معاكم ولي ما كيخطانيش كدلي كالخل اللي كنستعملو بزاف واللي رانتائج ديالو مبهيرة الالكول اللي من بعد هنديلكم فيديو نوريكم فاش كنستعملو في التنضيف غير عجبكم فيه كلا بزاف ان شاء الله وهاد المساحق تنضيف الارضيات كتجبنين ريحة ديالوها كمني كنبغي نجفف جفاف اللي خفيف كنستعملو وسميتو هاد قوطا قوطا يالبنات رها رائعة منتسلوا تسيق ديالكم تلوحوها فوق اللي طابي هكا فشي فاز عندكم كتبقى ريحة رائعة لا كخيم اللي كنضف بها الجلد كيما تقسمت معاكم من قبل هذا اللي بخدويد الخشب اللي رائع كلم مع الخشب مزيان وكينضفه هوا كنستعمله سنين هادي وهذا خاص بتنضيف آلات تنظيف تسكي إلكترونيك أما بالنسبة للتعطير للبنات نريد الضغاء والردويات يبقى عالق في الأفريشة دينا وقد أعطي رحلة رائعة لا نعيشها عندما تدخلوا للشامبغ هذا المنظف نتعجج أي منظف عادي تستعمله وشنو أخرى البنات بغيت نتقاسم معاكم وحسب للمنظفات المنظفات المعقمين ورائعين لكم أقع أي من أخذ بك أن تستعملوا تقسمتوا معاكم بإمكانكم تأخذوا فكرة على المنظفات التي تعجبني هذه البنات المعقمين ورائعين لكتمزروبين وغيرهم كافين لتنظيف الحمام وسنتقسم معاكم كيف تصابوهم في الدار في فيديو قادم هنا البنات وصلنا للمرحلة التي تعجبني هي مرحلة تنظيم هذا المسح كاملة كيف ننظمها وشنو المنظمات التي تستعمل أنا أريد أن نتقاسم معاكم هذا المنظم الذي أكثر من رائع مقارنة مع المساحة التي تأخذها البنات وكمية التي تأخذها وكمية التي تأخذها وكمية التي تأخذها شوفوا هنا شحل هذه البخاخات كاملين فلطاج جاني قعمة صحيق كنديلا فيسل هذا الدواز الملحة مهمة البنات تأخذها ومساحة التي تأخذها صغيرة وعندها رويضة تجر تأخذها كما تريد أن تردها أنا أريد أن تأخذها المساحة المستحيل تستغلها في جنب المساحة تأخذها أنتما البنات يأخذ مساحة صغيرة وثمانديل مناسب أريد أن تأخذها مباشرة لديك الباني التي تأخذها لديك اشترك وضغطي على زر الأحمر تشتركي في القناة فضلا وليس أمرا شكرا أفكار أخرين بالنسبة للبنات التي تأخذها تحت حوض الغسيل لديك الباني التي تأخذها 13-15 درهم سوف تأخذها كبيرة لديك البنات كاملين وضعها تحت لديك الباني لا تأخذها لديك الباني ويأتي من الضم ويأتي من الضم بالنسبة للبنات التي تفرش على هذه المنظمات تقديموا أي بطاعة لديكم في الدار لديكم لديكم فكرة ونجمع فعلي نستعمل من الضم من الضم أو من الضم ونأخذها لديك الباني من الأشياء مانزل كبيرة لديكم فكرة ونستعمال من البرنات كما ترى المنظم يستغرف بديو افتار مانزل ثلاثة ومعا لديكم وانتظم المنظمات من الضم انبتصب احكون مظهور ثلاجة في نحن يدعون أن يكون حاجة بلاسة وضمان نحن البناء يأتي من داما على أداءه حاجة جميلة تقوم باستخدامها حيث يمكنك استخدامها يجب أن تنظروا حاجة أن تريد سبيكات هناك شبيكات لإطاع فوق إطاع وقت ندابها في الأسواق كذلك هذه المنظمة التي كانت في الباب تدروفها الفواط أو أي شيء تنظيف نتمنى أن تأخذوا أفكار مختلفة من هذه التصور التي تفيدكم فكرة أخرى أريد أن أتقسمها معكم دوك القوات التي يكونون تحت حوض الغسل يغلفون بالألومينيوم من يوقع شيء فويت لا يفزقون لكم ما الذي يلتحت بالنسبة للحفاظ على البطاطا و البصلات تقدرون هذه المنظمة التي يوجدون في الليطاج التي تحتاني فيهم تقوب لكي تنفذ الخضراء و يبقى مضر جيد كذلك ممكن تستعملوا عصاد الشطابة وتعلقوها كما تشوفوا في الصورة وتعلقوا فعلي بخدوه باش تربحوا مساحة أكثر كين انتهت طويسات هذول كيدرفون بصلة والبطاطات همارا خرجين درجة على الموضة كنتمنى تأخذوا أفكار لتفيدكم حاولت أنني نعطيكم ماكسيموم من الأفكار باش كل واحد يأخذ اللي يتناسب له في المساحة اللي عنده وكين منظمة لي أكثر من رائعة كيتبعوها في الأسواق كتجرهم تل عندكم تأخذوا شنو بغيته وتردوهم زوينين بزاف وتف المنظر وصلنا إلى نهاية الفيديو وكنتمنى يكون الإعجاب ديالكم والأفكار والحية اللي تقسمتها معكم ما اللي القلب يكونوا يوصلكم وإلا أعجبوكم ما تنسوا ما تبخلوش عليها باللايك واللي بقي ما يشترك في القناة يدير اشتراك وكذلك يفعل الجرس باشا كي يوصلكم جديد القناة ديالي مع السلامة إلى فيديو قادم إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة